مرحبا حضراتكم مرة ثانية وجي معاة فقرتنا الإسبوعية اللي بنتكلم فيها عن التكنولوجيا عن أمن المعلومات وده شيء مهم جدا لأنه بيرتبط بسلامتنا الشخصية بسلامة ولادنا وأمان ولادنا اللي بيستخدموا السوشيال ميديا ووسائل تواصل الاجتماعي ليل ونهار وصوم في الصيف بيرتبط كمان بفلوسنا اللي ممكن تتبخر تروح يتنصب علينا بسبب خطأ كده في التعامل ويعني مش أزا أقول سزاجة يعني في بعضنا هو بيستخدم بعض المواقع ويحط فلوسه أو بياناته أو أوفا حقيقة لقاءنا بيتجدد مع المهندس وليد حجاك خبير أمن المعلومات بشمان سواليد مساء الخير وأهلا بحضرتك أزاي الصحيفة كله تمام شفت إزاي القصة اللي كانت حصلة بارح ناس كتير صحيت منهم لقيت ناس بتكلمهم تقول لهم إذا أنت اتصلت بها على فيستايم لقيتك متصل بها مرتين إيه في إيه وفي الفجر والصبح أكتر يعني ناس كتير اشتاكت من القصة دي مبارح إيه اللي حصلت؟ هو مبدئيا ما فيش أي حاجة لغاية اللحظة الحالية بتقول ده حصل ليه وإزاي ولكن التصور الشخصي إنه هي هتلاها في أغلب الأحوال حصلت من خلال الإيميل مش من خلال يعني مكالمة الفيستايم ممكن يبقى اللي بيتصل ده بيتصل من خلال الإيميل على إيميل وممكن يبقى بيتصل من خلال رقم موبايل على رقم موبايل مظبوط فبالنسبة كبيرة هتطلع إيميل طب ليه إيميل؟ ممكن تكون فيه داتابيز متصربة بشكل أو بآخر وبعض الحال حد قدر يستخدمها لكن أنا ما عنديش معلومة عن القصة دي بالضبط حصلت إزاي أو هي منتشرة بحجم قد إيه لأن أنا ما شوفتش حاجة اتكلموا عنها على شركة آيفون أو قالت حاجة على الفيستايم وبالتالي ما عنديش رد جازم فيها بس أوعد حضرك أن أنا هشوف القصة دي خلاص إن شاء الله اللقاء الجرحك تقول لنا وعموما فكرة لو هو بعض الناس تقول ده حصل آه لما كلمت وقال لي ده انت أتصلت بي من الإيميل غالبا هتلاقي كل اللي حصل معهم حصل من الإيميل لأنه عشان يحصل من رقم تليفون أبقى صعب فالناس تأمي الإيميل بتاعك شوف تراجع سكيروتي أو الأمام بتاعها شوف مين اللي داخل على الأكاونت الأجهزة اللي مرتبطة بالأكاونت يشغل المصادقة الصناعية لأجهزة المرتبطة يعني من الآخر يتفرجوا على الحلقات اللي عملنا هنا كلها لو تابعوا الخطوات من على اليوتيوب كل حلقات اللي تكلمنا فيها على مدار الكاميرا اللي فاتوا بنتكلم على التأمين وإزاي نأمن الإيميل والسوشيال ميديا لو عمل كده هتبقى الدنيا تمام معنا طيب ده كلام جميل جدا نردى عن نيرى أكتر من جزئية أنا حابب حضرتك تختار ضربة البداية وطبعا الشغل الشاغل للناس كلها دلوقتي والحديث اللي داير التويتر وموضوع التوصيق اللي بقى بثمانية دولار طيب أنا بس في البداية حابب بحكي الحركة ده موقف لطيف حصل إساءة استخدام للقصة دي طبعا أنت عارف أن موضوع التوصيق كان عشان يتم كان موضوع صعب جدا صح عدد المستخدمين حوالي متين مليون عند تويتر في منهم 450 ألف تقريبا هم اللي موسقين اللي حصل أن أنت النهاردة ممكن بمنتهى سهولة تشتري العلامة الزرقة فواحد رح منزل عمل أكاونت وهمي باسم شركة كبيرة عالمية هي الأولى في العالم في تصنيع الإنسولين ورح عمل اسم الشركة دي بأكاونت وهمي واشتري عليه علامة الزرقة بقى الموقع بالنسبة للناس كتير هو الشركة الحقيقية المعتمدة الأمة وكتب عليها جماعة الإنسولين هيبقى ببلاش إحنا مش عايزين نكسب منه علشان الناس كلها صحة تبقى جيدة ومن هنا ورايح هنوزعه على الناس كلها بدون مقابل طبعا الموضوع ده مش عايزين يقول الحركة تسبب في خسار كتير جدا في البورصة لأسهم الشركة وعمل بلبلة وفيه ناس بتنتحل صفات ممثلين مشاهير يعني بقى الموضوع مش محتاج الأدوات اللي تفابرق بيها زي ما كنا نقولي الأول أن انت ممكن تفابرق حاجة لا الناس دلوقتي ما تصقش في اللي بتشوفه تحديدا على تويتر لغاية ما نشوف آخر الموضوع ده إيه لأن فيه ناس كمان بتستخدم خدعة من اللي احنا تكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت على طول اللي اسمها التويست يعني لو اسم حضرتك في حرف إيه اللي بشيله وحط إيه فبالتالي عين الناس بتنخدع مظبوط فيقدر يفتكر ان ده هو ده وعليه علامة زرق إيلون ماسك مثلا يخليها البدل م يو خلق م إيه مثلا يعني مثلا يعني أي حاجة الأو يحط مكانها زيرو حاجة من هذا قبيل وبالتالي ممكن أي حد يطلع أي تصريح والناس بتتداول الموضوع دون أن تتحقق لأن عليها علامة زرق فدي أول حاجة كنت عايز أتكلم فيها للناس الحاجة التانية الفترة يحاليه فترة عروض شوفينج بقى والتاعة ومناسبات كتيرة جدا فيها الفرايلي والكلام من ضمن الحاجات اللطيفة اللي الناس بتعملها أنه بتنزل خصومات بس فيه ناس تانية ما بتنزلش خصومات بجد يعني الحاجة اللي كانت بجنيه يحط عليها تلاتة جنيه ويقول يا جماعة هنعمل عليها خصم بتلاتين في المية مثلا تعرف منين؟ إن الحاجة دي أصلا كانت بتتبع عنده بجنيه ما أنت شايف إن فيه خصم فأنت ما تعرفش أصل السعر بتاع الحاجة دي إيه فيه مواقع موجودة على الإنترنت وتطبيقات تدي لك استاتيستيك أو بيان إحصائي المنتج ده سعره كام؟ ارتفع إمتى بقى بكام؟ ونزل إمتى على مدار وجود المنتج على المنصة دي فيه مواقع اسمه بكام؟ بكام ده تدي له أي اسم منتج؟ وهو يدور عليه على الإنترنت على كل مواقع اللي بتبيعه ويقولك المنتج ده فعلا الخصم اللي عليه ده والسعر اللي عليه ده حقيقي ولا مش حقيقي فيه حاجة تانية اسمها صفقة فيه ما فيه حاجة كتير فيه تطبيقات كتير وفيه مواقع كتير ولكن أبقل للناس حاولوا تتأكدوا وتتبينوا من المنتجات لأن مش كل الناس بتعمل عروض حقيقية فيه ناس بتعمل عروض بيبقى الحاجة عنده أصلا تمانها عشرة يروح عاملها عشرين وبعدين يعمل عليها خصم أو يروح عاملها تلاتين وبعدين يعمل عليها خصم خمسين في المية دي بقى بيعها بخمستاشر بدل ما بيعها بعشرة مصبوك كسب بدل مخبض بالزبط كده فبالتالي دي حاجة نرجع نقطة المهمة بقى تكملة للأحداث اللي قبل كده الفابركة زي ما حراك شايف كده على الشاشة بقت فيه مواقع كمان بتفابرك أبعد من المحادثات يعني كنا احنا بقول محادثات تفابرك لأ بص حراك على الشاشة ده موقع من المواقع اللي ممكن يخلق إيميل اللي ممكن حضرتك أعمل بي يوتيوب تشانيل وهمية يعني أعمل لحضرك يوتيوب تشانيل وحطلك عليها أي عدد من المتابعين زي ما حراك يعني أنا كنت بجهز حاجة كده وترفع صور وتحط أي حاجة آآ آآ وكنت هعمل 35 مليون وحط صورتك والكلام ده كله ولكن الوقت ما سأحنيش قبل يا خوار رابع كنت تعمل للصفحة دي فدي تبقى على أنها يوتيوب تشانيل وهمية طب هل اليوتيوب بس لا ده انت ممكن تفابرك حاجة كتير بص عليك تفابرك إيه تقدر تفابرك محادثة فيسبوك تقدر تفابرك بوست فيسبوك تقدر تفابرك فيديو كول فيسبوك يعني ايه افابرك محادثة يعني بتختار الايكون ده وبتدوس عليه من على الموقع يقول لك عايز تعمل المحادثة بين مين ومين تكتب الأسامي طب حط صورة اللي انت عايز تكلمه حط صورتك عايز تكتب هو قال ايه وانت قلت ايه زي فكرة الفابركة اللي قلنا عليها للواتساب يعني يعني انا عايز يعني اعمل محادثة وهمية ما بيني وما بين حضرك المونتسولي فاتخوا على الموقع ده محادثة وهمية فيديو كل وهمي لا وفيديو كل وهمي اه يعني عارفت بحركة الفيديو كل بيقى فيه صورة الشخص وجمبيه صورة واحد تاني والمايك وبتاع كأن بتتكلم وانت خدت سكينشوت من الشاشة فتعمل فيديو كل الفيسبوك وهمي تعمل انستجرام تشات انستجرام بوست انستجرام بروفايل ويقول لك ده هو ده ده انتم ده انتم تكلمين بعض بالزبط صدر كل الحاجات اللي موجودة تفابرك حساب تيك توك تفابرك حساب تويتر طبعا تويتر ما بقاش محتاج تفابرك آيفون تيكست ماسنجر تفابرك أندرويد تيكست ماسنجر اي نوع من النوع الفيبراكة والموضوع زي ما حالك شفت كده بسهولة جدا صورة زي اللي حاط شوفها على الشاشة دلوقتي بيقول لك بس رفع لي الصورة اللي هي بتاعت الشخص رفع لي الصورة التانية عايز تكتب ايه ارفع صورة البانر تقدر تملى البيانات اللي انت عايزها انا ممكن انا كنت كتب هي عمري خليج على الشمال بس اعملت لاش قبلاي وتقدر تعملها وحط صورة حضرتك في البانر واعمل كل واعمل لك عدد متابعين وهمي وانشر تويتر وتبيع بدا مش بس يا المشكلة مش في كده لا يا مش فكرة تبيع فكرة النهاردة ممكن حد ينزل حاجة باسمك زي ما حصل في تويتر كده وحد ينزل تويتر خسرت شركة في البوصة حوالي 134 مليون دولار فممكن اي حد ينزل اي حاجة تؤثر على شركة اخرى تؤثر على صمعة واحد تنشر فكرة ضد فكرة واحد الكلام ده بقى سهل جدا وبيتعمل بأدوات كتيرة والمواقع دي لا محتاجة تسجيل ولا محتاجة ايميل ولا محتاجة اي مجهود الحاجة بتبتعه بتختار بس ده 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 شيء يخرب بيوت اه ان حد يدخل في فابريك محادسة ما بين طرفين ده رقمه لا وغير كده ده ده فابريك كمان فيديو كول وحط اي كلام افابريك اكاونت انه فيريفايد افابريك اي حاجة الموضوع بأسهل من الفوتوشوب والحاجات اللي الناس كانت متخيلها الاول يقول لك ده فوتوشوب لا 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 طب مده معناه بشمان صريد ان احنا كمستخدام من ستوشل ميديا بقينا اصرى للنصبين والمحتلين مش بالزبط كده ولكن ممكن نصيغها بقينا اصرى للناس اللي عايز اتجمع فلوس بغض النظر عن المبادئ والقيم مختلف نشك لانه هو بيعمل ايه هو عايز يعمل مشاركات عايز يعمل متابعات وترافيك على الحساب عشان ييجي في الاخر يكسب من وراه فلوس او يبقى الحساب عنده على عدد من المتابعين فيبيعوا لشخص اخر فيعمل ايه ينزل حاجات حاجات من هذا القبيل تعمل ترافيك هو بيعارف ان الحاجات دي مش حقيقة حتى هو ممكن يبقى جايب الحاجة دي من مكان اخر ولم يتأكد من صحتها وعارف انها مش حقيقية بس هدفه ان يعمل بيها نوع من انواع المشاهدات والمتابعات طب الناس تقام من نفسها زي وده الجزء اللي احنا مهتمين به فقراتنا محركة ازاي بقى ما نصخش لان الموضوع دي بقى صعب الموضوع بقى بص حضرتك الحاجات اللي مقودة على الانترنت بنسبة هنقول 80% حد ادنى ممكن تبقى غير حقيق حد ادنى حد ادنى 80% 20% اخبار ممكن تبقى حقيقية لان في نقطة حراكة لا متأكد الحساب ده مين اللي بيديره ولا هو حساب موسق ولا مش موسق ويتبع الجهة اللي موسق لها كنا عرضين صفحات واجربات لناس بيبيع عملات مزيفة وحتى انا بقول كاتب كده اسمه مش فاكر مصطفة صفحات عملات مزورة فلوس مزورة العنوان كان اسمه فلوس مزورة هو الرجل واضح وصريح مع نفسه وعنده يعني شفافية مع نفسه وطبعا كل ده مضروب اسماء دي كل هواهمية ايو مفيش حد اسمه كده على فكرة فيه كتير قوي ويمكن الفيسبوك ده اقلهم فيه مواقع تانية علىها كتير جدا يعني اكثر فجاجة من قصة الفلوس المزورة انا مش هينفع اقول الكلام ده على هوا ولكن ينفع اقوله على هوا بعد الهوا فيه حاجات اكتر من كده بكتير قوي 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 تمث الاخلاق موجود عليه واي حد يقدر يخش ويتابع ويشوف انا مش بقول حاجة سر يعني ولكن انا يعني اللي انا بقوله الموضوع وصل لمرحلة ان الوعي بقى دور مهم ولازم دور حضرتك ودوري ودور الناس كلها ان احنا نوعي الناس بخطورة اللي بيحصل صح الناس كين تقول له حركة انا بلاها بلاها سوشيال مش عايز ايميل مش عايز بانساب استغنى عنهم وارجع للموبايل القديم البعد عن التكنولوجيا مش حل حركة تبقى بجزر منعزلة يجب ان انت تتعامل مع كل المتغيرات وتاخد منها المفيد ما هدش كان زمان الناس تقول لك لا لا هدش بيجيب حاجة كويسة حرام بس في حاجات مفيدة فاناخد المفيد ما فيش حاجة ملهاش وجه كويس ووجه وحش الحاجة بقى اللي كل الناس بيسر عليها انا عايز اشتغل في العملات الرقمية يعني ايه عملات رقمية واكسب منها ازاي وايه موضوع التعديم وهي بتكسب قوي كده اه مبدئيا العملات الرقمية ازا حضركش شايف كده على الشاشة دي ظهرت 2009 اشهرهم عملة البيتكوين صحيح العملات الرقمية دي بتبع عملات اه ملهاش تواجد مادي ملموس يعني مش ورق فلوس ما فيش قصادها دهب ما فيش قصادها نقد موجود في البنوك ولا بنك مركزي بتحكم فيها بخلاف انها بتصدر بصورة غير مركزية من خلال معادلات رياضية يعني هي في الاخر عبارة عن فايل موجود عندك على الكمبيوتر او على التليفون مش فلوس ممسوكة طيب ازا كده الموضوع كده وبتخضعش لاي سلطة بنكية وحكومية الناس بتكسب منها ازاي وفكرتها ايه وبتعمل ايه قالك ان في واحد وعشرين الف نوع من انواع العملات الرقمية اشهرهم البيتكوين اه طبعا في حاجات منهم ستيبل يعني مسكة نفسها وفي حاجات بتنهار وفي على فكرة من ثلاث او اربعة ايام من اربعة ايام بالزبط تالت برصة عالمية في سوء العملات الرقمية ضرب التفليص والناس خسرت مليارات الدولارات مليارات العملات ولا مليارات الدولارات ما هو دولارات دي الشهو مشتري اه ما هو مشتري فحطت حاجات وبيشتري وبيبيع فكل ده ضرب البورصة دي اعلنت افلسها اعلنت افلسها لا اسببت كتير يعني مش هنخد في تفاصيلها ولكن هي قصة كلها ان انت في الاخر حضرتك هي مش عملة ممسوكة هي ملفات موجودة غير السرقات اللي بتتم على الانترنت للمحافظة الالكترنية اللي عليها عملات رقمية يعني الموضوع مش مش لطيف اول الناس اللي فاكرا ان القصة دي بتكسب لا ناس كانت فاكرا ان القصة دي تعمل بقى صاروة ويدخل وريب ما انا هقول لها حركة بقى بتعمل ازاي وهقول لها حركة دلوقتي السعر يطلع فين وليس لفين بيقول لها حركة ان العملات المشفرة دي سوق الاقتصاد بتاعها بيصل لمائة المليارات من الدولارات وفي نفس الوقت في حاجة مهمة جدا في العملات المشفرة الناس كتير ممكن تكون مش عارفة دي بتعمل ايه بالزبط اول حاجة هي لا مركزية تاني حاجة ما حدش تحكم فيها ولا بتحكم في سعرها هي عرض وطلب تالت حاجة ودي الاهم ان اللي بيحدد السعر مش مش شخص ولا دولة ولا جهة هي مش الفيدرالي الامريكي زي الدولار كده لا خالص خالص طيب طبعتها ما بتتمش من بنك مركزي التعاملات البنكية بتاعتها في البيع والشراء سرية جدا وما تعرفش مين بعت لمين وبعت كام علشان ايه اه يعني لو انا النهاردة عايز امول سلاح قادر استخدمه طب سوائن عايز اخسل فلوس سوائن قادر استخدمه مع حضرتك بس هو حد هينزل مسأل ان يشتري سلاحه ولا يشتري حاجة ممنوع حتى ببيتكوين اه حصل في سوريا طب هتترجم ازاي لفلوس حصل في سوريا ولا مش لازم ترجمة لفلوس لا تترجم لفلوس فيه على فكرة دول عربية موجودة في المنطقة بتاعتنا الدول دي عندها سوء كامل تشتري بالبيتكوين من عنده سوء زي سوء السمك كده تخش وتشتري وتدفع بالعملات الرقمية اه في دولة عربية اخرى مجورة لها معترفة بالبيتكوين وتقدر تحط كارت الاتم بتاعك في المكنة كارت البيتكوين كارت البيتكوين اه مش لفلوس يعني كارت مش صادر من البنك بتاع الدولة بص حضرتك الكارت بتاعك الليتر نسحب بيه فلوس ده بتسحب ازاي الكارت ده تابع لبنك مزبوط الكارت اما تحطه في المكنة بيعمل موافقة من حسابي في البنك لا بيعمل موافقة من خلال شركة الكارت مستر او فيزا ماشي تقول لي البنك اصرف تمام عشان حسابه فيه فلوس طب لو الكارت ده صادر من جهة اكس وليه تعامل مع الشركتين دول الشركة دي هتقول له يا بنك في مصر اصرف مش انت ما بتسافر مسلا تعمل عمرة بتصرف من المكنة هي نفس الفكرة هو الكارت ده مش معروف عنده ومع ذلك بتصرف هي نفس الفكرة لان الكارت معروف دوليا ففي اماكن مكان اي تي ام في دول عربية تحول البيتكوين لفلوس كاش فهج شاف ان ده قد يمول اشياء وعنده حركة تسحب من مصر برضه يعني لو حد اجنابي جاي من بره بيتعامل لان الكلام ده ممنوع في مصر خلي بالك يعني مجرم لو انا النهاردة مش مصري وعندي حاجة انا جاي من دولة من اللي بتسمح بالكلام ده ومعايا كارت من دول اما تحطه في المكنة هتسحب لانهي ملهاش علاقة اه بالعملة المصرية بالعملة المصرية لانهي ملهاش علاقة الموافقة جات منين الفيزا والمصر كارت هي فيه الشركة اللي بتدي الموافقة دي بتقولي البنك اصرف له دلوقتي الف جنيه مصري مثلا وهي هتدهاله مقابل ان هالشركة دي خصمت من البيتكوين اللي عنده ايا كان قد ايه ما يعادل المبلغ اللي وساحبه يعني الشركات الكبيرة بتاعت الكروت بتتعامل بالبيتكوين بتعمل المقصة دي؟ لا في شركات عاملة كروت للعملات الرقمية مش بيتكوين بس يعني فيه شركات للعملات المشفرة للعملات المشفرة بتدي الحركة كارت عشان تستخدمه في اي مكان تسحب بيه فلوس او تعمل بيه زي اي كارت وتشتري بيه وتعمل بيه اللي انت عالي لكن ممكن فجأة لها الحساب ده زيرو بس موضلة حصل مع ناس كتير صحيوا منهم خسروا مليارات الدولارات طيب الحاجة التانية ما تقدرش يترقبه وفي نفس الوقت امتلاك العديد من الحسابات ما فيهوش مشكلة وما تعرفش الفلوس دي راحت فين ومين اللي خدها عشان يعمل بيها ايه ما بقول لها حالاك فيه تمويل ارهاب فيه غسيل اموال فيه حالة كديرة بتتم بالكلام ده لان انت ممكن تحط الفلوس دي في دولة وتسحبها من دولة تانية انت مش تعرف الفلوس دي جات منين اصلا طيب سرعة التحويل كمان وانخفاض قيمة الرسوم ما بتخليش في النص خدمة ان فيه بنك مركزي هو اللي بيدي الموافقة صح هي شغالة بحاجة اسمها الند بالند بير تو بير انا وانت هنبعط لبعض خلاص الفلوس جات لك زي المحافظة الالكترونية اللي بنبعطها نفس الفكرة طب من ضمن الحاجات التانية برضو للناس ممكن تكون مش عارفاها اه تجميد الفلوس فيها ما بيحصلش مفيش حاجة اسمها تجمد فلوس يعني اصلا مفيش مفيش او تعرف مصادرها او تعرف مصادرها وفي نفس الوقت تقدر تبدلها زي ما قلت باليورو والدولار من خلال عمليات مشفرة عبر الانترنت كمان صعوبة التعاق المميزات اللي بتخلي النمط ده من العملات جاذب لعناصر الارهابية والجريمة المنظمة وغسيل الاموال زي موضة الحضرتك كل الحاجات دي بخلاف كمان المعاملات بغرض تحديل الاطراف ما تدرجش تعرفها يصعد تحديل الاطراف لانت في الاخر انت على الانترنت رقم اه ما معرفش مين بعت لمين عشان كده الهاكرز او النصابين اما بيسرق حساب حد او بيسرق حاجة حد يقول له تفعلي بالعملات الرقمية عشان ما معرفش مين اللي هيخد الفلوس ولا فانهي دولة طيب الناس بتكسب من العملات الرقمية ازاي او طريقة الحصول عليها ازاي طريقة من اتنين ياب تشتريها ياب تعمل لها عملية تعديم 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 تشتريها يعني هتروح لواحد تقول له بعد اذنك انا عايز اشتري منك واحد بتكوين بكم بكذا تفضل خد هات خلاص طبعا من على الانترنت مش مش يدوي التعديم دي بقى دي قصة للناس كلها يقول لك ايه انا هايز اعمل التعديم عشان اكسب من الهواء اه هي بتجيب فلوس بس بتجيب فلوس دقيلة مش زي ما الناس متخيلة واللي بيعملوا كده في مصر بيرحبها امنية التعديم الحضاريك اللي هو كالقاتي اللي هو نشاط يؤدي لانتاج عملة رقمية من خلال ان انت بتعمل مجموعة من التحويلات للعمليات ببساطة حركة النهاردة عملت معاملة ما رقمية المعاملة اللي هي في العملات الرقمية مين اللي يقول ان المعاملة دي تمت او ما تمتش او الكلام ده في ناس بيتأكد كريبتو دي يعني عملات رقمية كريبتو مشفر جاية من كريبتوogenous علم التشفير اه اه في اعلانات حتى بتشوفة في الملاعب يعني كريبتوcri adverse عملات مشفرة جاية من كريبتوغرافي اللي هو علم التشفير ده بلدت حتى تنتشر في اعلانات في الملاعب بالزبط فاللانا قصده ايه بقى حركة النهاردة أنا بعدت لك بيتكوين من يقول إن أنا كان معايا وبعدت لك والمعاملة دي سليمة في ناس بتخش تراجع المعاملة دي من خلال كمبيوترات ضخمة ومن خلال أجهزة وحواسيب كتير تقعد تراجع معادلات رياضية فتأكد المعاملة دي تمت ده سباق اللي يحقق الموضوع ده الأول بياخد كسور من البيتكوين العملية دي اسمها التعديم التنقيب يعني تنقيب آه يقعد ينقب كده آه معادلات رياضية يأكد المعاملة دي صح المعاملة دي غلط فبياخد كسور فهو كده بيكسب في الوس من الهواء بس هي مش من الهواء حركة عندك كمبيوترات كتيرة جدا كهرباء مكيفات كروت شاشة عالية آه يعني عايز إمكانيات عالية جدا من الأجهزة مش الأجهزة العادية لتعمل الكلام ده ده ما ناس نزل تشتغل تاكل أكل عشان لأ فيه ناس بقى بتعمل حاجتان يحط تطبيق صغير كده على أي منصة من مصطات التطبيقات وبالتحديد جوجل بلاي اللي هي التطبيقات لجوجل المتجر يعني المتجر والتطبيق ده من شأنه أي حد هينزله أنا كواحد عامل التطبيق أقدر ياخد نسبة من الجهاز بتاعك بمعنى البروسيسور بتاعك أو المعالج لو قلنا أنه هو سرعته 100 واحدة أنا هاخد 5% منه ومن الزاكرة 5% ومن البطارية 5% ومن الإنترنت 5% من كل واحد هينزل التطبيق اللي أنا حطته على المتجر عشان أستغل الأجهزة دي في عملية تعديل من غير ما اشتري الكمبيوترات يعني يستخدم التليفون التعبير بتاعي ده عشان خطري ياخد منه جزء من إمكانياته قضية بتحصل تطبيقات موجودة أول ما تنزلها تلاقي الجهاز بتاعك بدأ يبقى مش طبيعي ومش متزم وبيعي حاجات غريبة تتعرف إزاي دي؟ ما هتتعرف إزاي مفيش حاجة مجنية نرجع نقولها تاني التطبيقات اللي موجودة كلها وراء هدف يا إعلانات يا عامل لك جزء ببلاش وجزء بفلوس لكن كل المميزات وحاجات مفيدة وببلاش خالص وما فيش جزء بفلوس يبقى الموضوع يقلق مش حاجة اسمها ببلاش مش احنا بنقول دايماً على السوشيال ميديا إنها ببلاش طب أما التويتر ليه طلع أعلن منزل حلق حاجات طبيقات ببلاش وزي الفل وشغالة بتبقى الشركة عاملة جزء من الخدمات صغير مجاني وبقية الخدمات المميزة بفلوس فأنت بتستخدم دا أو إعلان ما هو بيكسب من الإعلان إنما ما يستغلش تليفوني عشان يره يعدن بي آه يعدن بي لأنه هو بدل ما اشتري كمبيوترات كبيرة جداً واتكلف فلوس التطبيق هيكلفني مبلغ بسيط ومليون واحد هينزله لأنه هو عليه إقبال هنعمل حاجة عليه إقبال وقدر استخدمه فده الفكرة بتاعة العملات الرقمية والتعديم طيب في حاجة تانية مهمة جيت بص دي الأول ما هزوري حراك العملات الرقمية كانت عاملة إزاي وحصل فيها إيه حراك شايف المموس وقفة فين في الوقت دا تحديداً دا كان بتاريخ 11-11-21-21 أعلى سعر للبيتكوين الواحد كان 64900 يعني حوالي 65000 دولار من سنة البيتكوين الواحد البيتكوين الواحد 65000 دولار دا البيتكوين الواحد دا أعلى سعر ليه ما فيش فكة البيتكوين طيب فيه كسور ما انت التعديم دا ما بيديكش 65000 دولار طيب ولكن شايف حراك من 11-11-21 احنا دلوقتي في شعار 11 11-11-22 بقى سعره 16000 من 4 و... دا كان دا 65000 تقريباً لكم نزل الربع نزل الربع 65000 دولار نزل 16000 دولار الزبط دا دا مين اللي بيحكمه تنسى موقته قطمة وسط اه ما شايف حراك الكيرب بنازل ازاي مرة واحدة القصة في ايه ان انت مش انت بتحط فلوسك في الهواء وفي الاخر هي ملف طب يا جماعة اخدوا بالكم فموضوع العملات الرقمية والناس بتشتغل فيها دي مش حاجة لطيفة خالص طبعاً العملات الرقمية بقى بتعتمد على تكنولوجيا دي بقى اللي مفيدة ودي اللي الدول كلها بتسعى ان هي تعملها اسمها البلوكتشين اه اسمها البلوكتشين دي بقى مهمة جداً وفيها مميزات البلوكتشين غير طبعية بص حضرتك هي بالعرب اسمها سلسلة الكتل يعني عبارة عن كتلة واتحطوا وراها كتلة تانية واتربطوا ببعض بحيث يكونوا سلسلة متصلة ببعضها لا يمكن الحزف او التعديل لكن يمكن الاضافة بمعنى بيانات حضرتك النهاردة ببساطة كده مين اللي يقول ان حضرتك العربية بتاعتك باسمك مين اللي يقول ان شاقتك باسمك شهر العقاري شهر العقاري طب لو الورق دعم الشهر العقاري مش حصل قبل كده في المرور زمان قالك تعالى ماليش يعمل ورق من تاني بعد 2011 عشان مفيش ورق طيب لو انا النهاردة جبت المئة مليون مواطن اللي في مصر شهدوا ووقعوا على العربية اللي حضرتك بتشتريها او الشقة اللي انت بتشتريها مش فيه خمسين في المئة تانيين يقولون دي بتاعتك هو ده بالزبط فكرة شهر عقاري لا مركزي موجود في الكوكب الشبكة بتاعت البلوكتشين دي اي عضو فيها شاهد على اي عملية توصيق حصلت عليها شاهد ما شفش حاجة ايو والله يا كده شاهد ما شفش حاجة يعني حضرتك النهاردة جيت باعتلي عربية من على البلوكتشين انا من خلال البلوكتشين دي كل الناس اللي مشتركة في الشبكة بيقولوا انه استاذ عمر باعتلي وليد عربي بيأمنوا من غير ما يعرفوا يعني لا ما هي فكرة البلوكتشين دي ايه انه النهاردة في عملية هيها التم فالعملية دي لما تيجي التم بتكون كتلة في ناس بتراجع المعاملة دي والكتلة دي سليمة ولا لا نفس السباق بتاع اللي ايه البتكوين اللي احنا قلنا من شوية المعاملة سليمة تقوم تتحط مع اخوتها في السلسلة بحيث ان هي اخر السلسلة يعني بلوك وبلوك البلوك ده فرضا انه بيبدأ بحرف ايه وينتهي بحرف بي اللي وراه يبدأ بحرف بي وينتهي بحرف سي اللي وراه سي ودي وبالتالي ما ينفعش تشيل بلوك من نص ليه؟ لانه هو في حاجة اسمها مفتاح تشفير او هاش يقول ان دي ورا دي ورا دي ورا دي فما حدش يقدر يعدل او يحزف فيها لكن تقدر تضيف ان العربية على كده اتبعت الواحد تاني والواحد تالت لها بقى استخدامات كتيرة جدا الحقيقة كانت يعني انا من خلال الكلام محرك وشوان سوريد والواحد لازم نبقى كلنا بصا حضراك خرجنا نظم معلومات لا لا الصورة اللي بعرضها الحراج دي هتورد الحراج دلوقتي فكرة المعاملة بالتم ازاي؟ نمر واحد معاملة بالتم بتكون بلوك البلوك يتبعت لكل عضاء الشبكة كل عضاء الشبكة يتسبقوا في السباق عشان يقولوا العملاء دي صح ولا غلط لقى نمر اربعة قالوا ان هي صح تيقوم تتربط في اللي وراها والسلسلة دي موجودة ده على انت لو سمعت مميزاتها زي ما حالك شايف كده هتلاقي كل واحدة بتنتهي برقم الرقم ده اللي بتنتهي بيه بيبدأ بي اللي بعدها يعني هتلاقي في حاجة اسمها الهاش اللي على دوار خضرة ودوار زرقة كل واحد بينتهي باللي بعده طب مميزاتها ايه؟ اول حاجة ابسط حاجة في الموضوع يعني انا بشتري عربيتك وانت لعب في العداد مقالل الكيلومتر لو هي مربوطة بالبلوكتشين يعني تكنولوجيا انا هبقى عارف العربية دي مشيت كيلومترات كزا فمش هتعرف تلعب في العداد لو عليك حكم قضائي مش هينفع تزور طيب بلد المنشأ حركة بتبيع لي تليفون وبتقول لي التليفون ده اصل وهو صيني هيبقى معروف بلد المنشأ من خلال البلوكتشين يعني ده بيكشف اي حاجة كل اي عمليات بيع حوالي حركة امثلة بقى متعددة الكيلومترات على فكرة في شركة في المانيا وسويسرا بتعمل الكلام طب انا قدامي دقيقة تمام الملكة الفكرية والمصنفات مين يملك ايه محدش يدار يعدل براءات الاختراع الاحكامة القضائية تصويت الانتخابي عايزي ينفزوه وفي شركة في السويسرا بتحاول تعمل الكلام ده بس اللي موقفها ازا تتعرف على هوية الناخبين دون اختراق الخصوصية وتسمح بالتصويت من اي موبايل او كمبيوتر من غير ما يحصل برامج خبيثة او هجمات بخلاف كده كمان حضرتك ممكن تتبع مصادر الاكل الاكل مصدره فين الاجهزة والبضاعة من المنشأ والسعر والتكلفة والضرائب الحكومة تاخد ضرائبة لانه عارفة سعر التكلفة وسعر البيع بزبط واضح كده ان العالم مش بيتغير هو العالم اتغير والناس اللي زي حالتي اللي مش شايفة ان العالم اتغير ومش داريب اللي بيحصل حواليها خلينا كده خلينا على فكرة في دولة العربية رفعت الاسدس والاصول بتاعتها على البلوكتشين على البلوكتشين اه بحيث ان حباك ممكن تشتري ارض في اليابان وانت هنا وهتبع عارف انها ملك اللي بتشتريها منه لانها البلوكتشين مشان فاتحك عليك العالم كله اصبح شهر عقاري في البلوكتشين يعني اه حاجة كده حاجة كده يعني اي حاجة وهو واصق ان هي ودبع عارف تاريخها وعارف تاريخها والتسلسل بتاعة ورائها يعني بالزبط كده انا عاجز عن شكرة الحقيقة لانك بتعرفنا وبتضفلنا حاجات جديدة غيبة عن الناس كتير يعني وانا واحد منهم يعني فبشكرة وهان سوريد حاجات خبير ان المعلومات حقيقي يعني على كل المعلومات شكرا جزيلا لخاطرتك وشهدين انا بشكر حرككم شكرا جزيلا لحسن المتابعة ونشوفكم بكرة ان شاء الله على كل خير اسبوعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة